السلام عليكم طلاب الرابع واليوم تقريباً آخر درس بس آخر صفحة بكتاب الطالب عدنا بيونيتو درسنا اليوم هو لسن ناين والراوند أب بنفس الوقت لسن ناين شنو المطلوب من عدنا مراجعة مراجعة شون نكتب السؤال رتب سؤال رح ننتقل لها سب المنزمة محاورة يعني عندك مقابلة ويا شخص فشون تسأله شون تصيغ السؤال من ينطيق جملة هذا رح نشرحه ورا نرجع على الراوند أب طلاب الراوند أب لا تهملوها راوند أب ريفيجن إقابلها المراجعة لا تهملوها ليش لأنها كل جملة بيها متوقعة للامتحان إذن هزا ناخذها بالتسلسل ننتقل للملزمة نشوف الشرح ما اللسن ناين والراوند أب شرايدة منه شنو نمط الأسئلة رح تجينا ونكمل ويا الريفيو يعني الفيديو اليوم همينا الراوند أب وهمينا لسل ناين إن شاء الله وما أوصيكم أرجع أذكركم تابعوا الدروز ده تنزل بانتظام على قناة الدورة المجانية للرابع أعدادي وهذه ملزمت الرابع أعدادي الفين وخمسة وعشرين نبدي هنا وصلنا آخر شي هذا التست بعدنا ما مأخذيه وطبعا كلش مهم نبدي من ناتا مارين المراجعة هذا لسل ناين مو لسل ايت لحنا لسل ايت يخلص عندنا ويا الانشاء ما شيء حصل لك اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة فهنا يبدي لسل ناين إنه عندك مقابلة صيغ الأسئلة رح ضيك جملة وتصيغ الأسئلة طلابي كاتب الكلام بالعربي بس قبل ما أبدي أشرحها بس حبيت أذكرك بملاحظات سابقا قلناها وهي حتى أصنع سؤال أول شيء أبدي بأداة السؤال إن وجدت أداة السؤال ودائما موجودة أداة السؤال أحيانا مجرد نقول مثلا هي كان سويم أقدم وأخر وأقول كان هي سويم بمعنى أنه أنا أول شيء إن وجدت أداة سؤال أقدمها وراء أداة السؤال رازم أحط الفعل المساعد والفعل المساعد شكليا أما أن يكون موجود بالجملة الأصلية مثل is أو are أو am أو can أو must أو could موجود دا نشوفه فبس نقدمه على الفعل وإذا الجملة كان زمنها مضارع بسيط أو ماضي بسيط مثل ما شرحته بالدروس السابقة الجملة المضارع والماضي البسيط المثبتة ما بها فعل مساعد فنجيب الفعل المساعد من قلوبنا شلون؟ إذا كان زمن الجملة مضارع بسيط الفعل المساعد لودودودودس ويتبعه مصدر مجرد فإذا كان زمن الجملة ماضي هيدو أو دزو المضارع وراء مصدر زين إذا ماضي did والدد أيضا وراء شنو مصدر أما باقي الأزمنة فيكون الفعل المساعد أصلا موجود فإذن هنا الفعل المساعد إذا مضارع رح يكون دو ويالآي والذي والوي واليو ويكون داز اللي هو الدو دو زائد إي أس إذا كان الفاعل هي أو شي أو إد أما إذا زمن الجملة ماضي فرح يكون شكل واحد وهو الدد وثلاثتهم الدو والداز والدد وراء هم مصدر مجرد فإش صار قدك؟ أدات فعل مساعد أصفه نسي أنا الفاعل هسا لحظة وحدة مساحة وراء الفعل المساعد خلي بالك لازم هنا ينزل فاعل الجملة اللي هو تعم بالبقاية يعني مثلا هنا أنا أحمد هنا ما حطينا وير داز يجي أحمد أدات فعل مساعد فاعل ثم الفعل الرئيسي واللي هي هو ويا الدو والداز والدد يكون فاعل مجرد بس ويا للزوار وآم رح تلاحظوا بي آي انجي مثلا إذن ويا الدو والداز والدد يكون فاعل مجرد وهذا كلام قديم رجعت هنا حاجة بالعربي رجعنا نشوف بعض الأمثلة آي ليفت ليفت فاعل ماضي والفاعل آي مو غشيم أنت شاكوا آي من تسوي سؤال تصير يو وشاكوا يور واتس يور نيم من الجاوب تقول ماي نيم إذن ما طول رح تسوي سؤال إذا شفت آي رح تكتب هيو وإذا شفت يور رح تكتبها ماي آي ليفت فاعل ماضي مصدر ليف أريد أصير عدكم داء إنه شاكوا فاعل تقرؤ تقولون هذا مصدر لو ماضي وإذا مصدر شنو ماضي ماته وإذا ماضي شنو المصدر ماته فتقول من أسويها سؤال طبعاً أكيد هنا ماي جملة فبالسؤال ش رح تصير يور ش رح نقول هسه أمي شو خلسه لك ياها بشكل أرتب حنت من عندك جملة ودا تسويها سؤال إذا شفت آي سوي هيو وإذا شفت ماي بالسؤال ش تصير يور إذن هذي صيغة السؤال وهذي صيغة الجملة فرح تقول سيت أداة فعل مساعد فاعل فعل رئيسي فرح تقولي الأداة هي وين متى لأن زمن جملة ماضي لأدد الآيش تصير يو وين did you leave مايصير تنزل فعل ماضي وردد وين did you leave your job متى تركت عملك أحمد ترافلز بقوا المظارقة البسيط أحمد ترافلز تولندن every summer وين يروح أحمد every summer أين حتقولي أداة فعل مساعد فاعل فعل رئيسي أداة فعل مساعد فاعل فعل رئيسي أداة فعل مساعد فاعل فعل رئيسي تكمله فاش راح تقولي هنا where أداة من لين مضارع بسيط قدك s does فاعل الجملة أحمد where does أحمد من تجي تنزل الفعل الرئيسي john b s ينزل مصدر لأن does أخذت ال s فتقول where does أحمد travel every summer he can swim سوي سؤال question جانت he can كل اللي يصير ما أجيب فعل مساعد من أندي لأن أندي فعل مساعد فبدل ما أقول he can أقول can he تمرين الكتاب هذا المرشح طلاب كل اللي أريد منك بلس النمي هذا التمرين باقي كل شفوي مع لي كبير بس هذا التمرين ابديوا يا أيا وحدة وحدة how hear about هاي مقابلة ما العمل في السؤال والجواب فإنت هنا عندك سؤال فتترتب للسؤال يقول make questions for a job interview مقابلة عمل how hear about this position أنت شون سمعت عن هذا العمل أو هذا المنصب فهنا أنا رح أقول how كيف did فعل مساعد يوجبتها من عندي لن دحش عن شي حصل بالماضي how did you hear كيف سمعت about this position مهم جدا للامتحان why you want work at this company مبينة فكر شنو النقص تليش تريد تشتغل بهذا العمل فإذا أنت العمل رح تشتغل به فما حتي ماضي فأقول why do you want to work تليش تشتغل هنا why أي أداد do you تبنى اليوم من عندنا على أساس الشخص الذي نحشي ويا هو بالسؤال you فأقول why do you want to work at this company لا تنسون علامة السؤال what do your last job do هنا جاية يعمل أنت شي اشتغلت شنو تشان شغلك in your last job بآخر وظيفة اشتغلتها إذن دايحتش عن last job بالماضي وظيفتك الأخيرة فتقول what did you do in your last job شت تسوي بوظيفتك الأخيرة why I leave you your last job إنت ليش leave ليش عفت وظيفتك القديمة ماضي إذن why أداد did you leave your last job ليش عفت وظيفتك القديمة what you're strong and weak points ما نقاط قوتك وظعفك have any questions for us عندك سؤال فرح أقول what are your strong and weak points سؤال يش ما قلتي do أو داص ما عدنا فعل ما عدنا فعل دان نسأل your strong and weak دان نسأل ما هي نقاط القوة وظعف اسم وهي جمع فأقول what are your strong and weak points where have any questions هل لديك اسئلة do you have هل لديك والفعل الرئيسي هنا have هنا الفعل الرئيسي leave هنا الفعل الرئيسي do هنا want هنا here بس هنا ما كو فعل ومن ما كو فعل نجيب أحد أفعال كين هنا is or are or وده نحتي مضارع وعندي جمع فقلت what are طلاب هنا انتهى لسن 9 قبل ما أكمل وشوف كل ملزمة هذا شفوي البقاء هاي الريفيو تابعة المن تابعة للراوند يعني ورا متراجع راوند المفروض الطالب يشوف هاي الريفيو تشوف وش قد تمارين صدقني اكتب عليها مرشحات مهمة جدا هاي الريفيو مرشحات مهمة جدا انا اريد قبل ما ابتي بالريفيو اريد ارجع لك على صورة كتابك اللي هي راند كتابك انت شم راجع لك ليش مو بطر او مثلا زيادة لا والله وانما هذي الجمل المدرسين يجيبون منها اسئلة بالامتحان اعتبروا هذي الجمل نماذج لأسئلة للامتحان عندك هنانا شتعلمت round up هي ماذا تعلمت تعلمنا استخدام البرو واللينت صح لولا يستعير يداين ويداين ممكن استعير منك الرول محفظة وقدنا ليجي وراءها عاقل والغير عاقل saying saying things are the same or different تعلمنا التشابه والاختلاف بوث آئشة and ناصر are جمع in this class this teacher is as good as the last one هاي تشابه neither عامر nor من هاي علياء نوز شوف اجا الفعلي ولا أمل مفرد لا عامر ولا علياء نوز يعرف the answer your class is not للاختلاف as big as mine متشبير مثل صفي like your school مثل مدرستك my school has a pool بيها حل سباحة I go to school by bike too آني أما روح للمدرسة بالبايسك unlike you آني مو مثلك I practice English every day للاختلاف إذا مراجعة للتشابه والاختلاف who can I borrow a thin شوفوا ال land وراها عاقل بس ال borrow شوفوا وراها قد يجي كذا قد يجي غير عاقل وإذا غير عاقل رأسا رح نعرف borrow إجينا على it is أو it was صفة تزايد مصدر مهم it was فان بين قوسين المدرس يجيب لك try إنتش تقول it was fun to try a new sport حلو واحد يجرب رياضة جديدة it's not easy to get to face sales house مو سهل توصل للبيتة رجعنا أخذنا الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي البسيط والماضي التام جن جن حدث أقصر الماضي البسيط التام هو الحدث الأقدم من الماضي البسيط كل واحد من ذول نشرح بفيديو واحدة ترجع لواحد واحد وموجودة بالتسلسل على قناة الدورة المجانية بالتليجرام عندك the teacher was asfa أحمد couldn't get on the bus ما قدر يركب بس because he had forgotten his bus pass ناسي forgotten ناسي his pass يعني شو مثل كارت إذن because he had forgotten his bus pass سلما felt ماضي ريالي تعبونا ليش because she had been studying all night حدث أقدم ورجع هنا شو نتسوي سؤال ويا مقابلة عمل اللي قلنا بداية المحاضرة what did you do before you were a chef شت تشتغل قبل ما شي اشتغلت قبل ما تصير شيف يعني كبير طهات شيف شيف يعني شيف شسمي للشيف يعني هو أكثر من الطبخ واللي يسوي الأكلات الطيبة why did you change jobs why did you change وياش غيرت عملك what did you have to do to become a chef ش لازم تسوي حتى تصير شيف what did you like most about your job شنو اللي تحبه بشغلك what do you like ليس شنو الأقل شي تحبه نهاينا أظرا كانت لكتابك لا تفرح ما دخلنا يوني تكري الشغل الأساسي والمهم نرجع نشوف وحسه بمالزمتنا اللي هو ما يتبع الراونداب هو الريفيو خمسة وارين استعد مرشحات مهمة جدا وصلوا وسويها عبارة مهم جدا أذكرك بيها child labor اللي هو عمل الأطفال اللي معنى when children work and don't go to schools لما الأطفال يعملون وما يروحون مدرسة وين أخدتوا؟ أخدتوا باليوني سيف health care رعاية صحية اللي هي تشمل الدكتورز والمدسين والهوسبيتالز أطباء دواء مستشفيات natural disasters كوارث طبيعية تشمل floods الفيضانات earthquakes اللي هي الزلازل drought الجفاف الله يسترنا منها إن شاء الله take an exam يعني يمتحم being tested يختبروا on what you have learned بماذا تعلمت write a report يكتب تقرير مثلا describing what you have found out in an essay يعني تقرير عن المقالة اللي قرية فإذن أكد مرة أخرى جدا مهمة التمرين child labor health care natural disasters take an exam و write a report write a report خلصنا واحد انزل على الثاني املأ فراغات اكتب جاي بالامتحان مية بالمية أولا because he snores snores يعني شخر بسيط ليش جبتيها بالمضارع البسيط وراء because الجملة كلها مضارع i can't sleep ما عندي أي ماضي ما أقدر أنام لأنويش أخر فتش متكرر الحدوث طبيعته snores very loudly شخر بصوت can you lend me your book تقدر دايني lend me تقرضوني your book when you have finished من تكمل i'll give it back to you أنا رح أرجع لك يا next week i'm going to write a report مبينة write a report write a report يكتب تقرير أسحل طريقة ضبطون التمرين الفراغ والكلمة الورى والقبلة يعني رددوها مرتين ثلاثة write a report يكتب تقرير on desert animal for my science class يعني عن حيوانات الصحراء في لدرس العنم do you want to borrow my umbrella هل تريد أن تستعر المظلة it's raining that تمطر do you want to borrow my umbrella ستة can we use calculators ممكن نستخدم الحاسبات in this exam or do we have to do the maths in our mind heads يعني نحل وحدنا لو ممكن نستخدم الكالكليتر can we use calculators can we use calculators هل يمكن أن نستخدم جاي بالامتحان إذا جملتين من نحي أربع درجات جاي بالامتحان شف الدرجات كلها هنا نبدأ اختر الجواب الصحيح فراغ خلي شوي أن نستخدم ألوان هنا فراغ and I إذن both are she and I are in year 10 إحنا بصف العشرة مرحلة عشرة but we study in different schools بعد his school is as فراغ as ما طول as as إذن صفة بدون مقارنة as big as mine تدرونها حتى بالساجز جتي as big as mine but the classes there are smaller similar my school لو أقول like my school مثل مدرستي our case's school has a sports field بيها حقل ملعب طوبة يعني but neither his school and لو nor mine لا ست neither nor neither his school لا مدرست nor mine ولا مدرست بيها مسبح a cheese not is not as good as لي in physics إذن is not as صيفة as لي in physics but he is better on mass different لو unlike لازت أبدي وقول unlike أرشي فارز I don't walk to school I take the bus I don't لا أمشي لا أمشي إلى المدرسة أنا أروح بالبس طبعاً طبعاً هاي كل هين الشرحات بفيديو لسنتو اللي والتشابخ والاختلاف دي كلش مهم التمرين دي وهو من الجمل المهم جداً يريد منك أما تكتب سؤال أو تكتب جملة I history borough book كان فم بين راح أقول can I borrow مصدر your history book ممكن أستعير كتاب التاريخ me lend you calculator حاسبة وعندك could فأكيد راح أقول could you lend me could you lend me your calculator هل ممكن أن داي إني حاسبتك بينما نجي هناش راح نشوف هنشوف the problem was بس امسحوا لي هاي علامة السؤال عمامة موجودة the problem was a calculator it راح أقول it was شوفوا اللي تعلمتو it was صفة تزائد مصدر it was hard to solve the problem without a calculator إذن صعوب أنه تحل المشكلة بدون حاسبة ولو كانت أردبك لعلامة السؤال كان أقول was it hard to أقدم الفعل بس هذا ما مطلوب منك هاي ما أكو علامة السؤال حتى هنا أمسح علامة السؤال وهنا أيضا أمسح علامة السؤال حطها نبدأ رقم أربعة رح أقول I am very happy I'm happy to hear I am it was صيفة to زائد مصدر to hear about your results نسمع منك أخبارك results نتيجتك يعني I'm very happy to hear فرحنا بنتائج isn't the school fees إجور الدراسة to easy pay إذن it isn't easy صيفة to pay يعني طلاب راجع لكم صيفة وراجع لكم من نصنع السؤال كل الموضوع كل إعادة ومراجعة فأخر واحدة تقول it isn't easy ما كان سهل to pay schools fees إجور الدراسة اللي رح يقول كمل المقطع التالي أما ماضي بسيط أو ماضي مستمر أو ماضي تام ماضي بسيط شي حصل بالماضي yesterday last ماضي مستمر إنه عندك حدثين نفس الوقت بالماضي حدث أطول وحدث أقصى الأطول يصير مستمر بس الحدث اللي صاير قبل الماضي أقدم من الماضي ذاك شنو كان هادو بيبي واللي مدى يستوعب كلامي وجزدي يشوف الفيديو لأول مرة يرجع على قناة الدورة المجانية الفيديو اللي شارحة بالماضي البسيط والمستمر والماضي البسيط والماضي التام يعني لسن ستة لسن سبعة بالتفصيل مشروح الكلام نجي هناك مراجعة last week ماضي إذن ما قول I get شاقول I got got up استرقبت متأخرا even though I not have a breakfast حتى ما تريقت I didn't have a breakfast ما تريقت when I got outside من طلعت the school bus leave من طلعت مليقية الباص when I got outside طلعت the school bus باص المدرسة مليقية إذن left لو had left أقدم had left كان مغادر رايح so لذلك I went ماضي بسيط النتيجة ماضي بسيط السبب أقدم ماضي تام so I went by bike رحت بالبايسكين يلا fortunately لحسن الحظ it wasn't raining ما كانت تنظر نقطة when I arrived وصلت للمدرسة at the classroom وصلت للصف أبو العلوم دي يشترح أبو الأحياء my biology teacher أبو الأحياء اشتان يسوي was explaining إيش راح بادي رايح متأخر الولد something that I study أصلا فتي عن درسة قبل I had started فتيت شن الدرسة at home at home the day before قبل بيوم actually I thought he not notice I was late أعتقد من تبه بين واضح يبدو إنو من تبه I thought I thought توقعت he not notice إذن he hadn't noticed noticed he hadn't أدلو لها he hadn't noticed لم يلاحظ إنو I was late شنت متأخر but just as we leave إحنا ودا نطلع من القاعة من الصف as نفس while as we were leaving ده نغادر لكلاسروم at the end of the lesson نهاية الدرس he called me صاحني and asked what had happened سألني شنو صار قال لي شنو السبب معنى تعم من تبه علي بس وما حت ويا حب إذن طلابي الحمد لله إحنا انتهى درس الراون دعب ولسنت أو شون درس مليون أسئلة كل شو غايب مرشحات لانتحانات إذن نلتقي بإذن الله بآخر محاضرة بيونت 2 الدرس القادم واللي إن شاء الله هس رح أسجلك ياها حتى نكمل يونت 2 إن شاء الله والدروس طلاب بدأ تنزل بالتسلسل على قناة الدورة المجانية للرابط إعداد قناة التليجرام الرابط مالتها موجود أسفل الفيديو إذن نلتقي درس القادم بآخر محاضرة من يونت 2 باي باي